كنا بنقول على كولر في البداية أنه ما عندهش خبرة في أفريقيا يعني لسه ما فهمش طبيعة المنافسات في قرط أفريقيا مشواره أو النتائجه اللي حقق في دول المجموعات ما كانتش على يعني على مستوى المأمول أو الجمهور الأهلي كان مستنيه بعد ما ما قدم يعني أوراعة مدو بقى رقمية كل أوراعة مدو آه لا ده عامر أنا أعتقد أنه إحنا لو رجعنا المشوار كولر من بعد إقصائي وقارننا من مشوار الأهلي في كل أدوار إقصائية قبل كده ما فيش حد عمل الأرقام دي لا دفاعيا ولا هجوميا لا برا الملعب ولا جوى الملعب فهل تقول أنه يعني خد الخبرة هل تقول أنه كولر فهم أو قدر يفهم طبيعة المنافسة قبل وإحنا راحين على أهم مبارات طبعا في الـ إحنا أنا بيعتبر الوداد أهم مباراتين في الموسم كل بص سيد أحمد فيه ثلاث حاجات كل رأشتغل عليهم ونجح فيهم بدرجة امتياز دراسته لعبة الناد الأهلي دراسته لعبة الناد الأهلي كويس قوي وعرف إيه المطلوب منهم أما الراجل اعترف بكل احترافية أن أنا ممكن أكون أخطأت في مبارات سانداونز وأنا وارد أن أنا أخطأ فأنا بعيد نفسي بس الكلام ده مش هيتكرر ما تيجي تكلمني ما تكلميش على الموضي يكلمني على الحاضر يعني الراجل ما بينسى بس بيتعلم من الدروس اللي هو استفد منها وخد منها الخبرات دي نمرة ثلاثة قرأة المجرات المباراة سيبك من اللي أنا بقرأة من على ورق أو على سيديهاية أو على فلاشة أن أنا بقرأة مباراة لا بعد ما بيخش ب12 ديئة بالزبط كولر بيهيد تاني فيتسا أن أنا من ثلاثة خمسة اتنين الراجل اللي تبيلعب أربعة واحد أربعة واحد فكرته، أسلوبه، سيطرته، اكتشافه أربعة واحد، أربعة واحد، تطبيقها في المعلقة أربعة واحد، أربعة واحد بس على ورق وأنت بتتكلم على صبورة أربعة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة الشكل العام أربعة واحد، أربعة واحد لكن أنت شايف أنه بيرسي تاو، أليو ديانج، حمدي فتح الشحات خلاص، طايرين، الخمسة الطايرين اللي تحت مروان هو بسيس النور اللي بيظهر كل خطأ المدافع يعني مثلا جهة هاني بيبقى تحت الكرة كويس، مع حمدي بيبقى تحت الكرة كويس، من جهة علي معلول بيميل كويس كل ده حتى المطش اللي فات والراجل هو تعبان وعنده دور برد، نقدرش يستغنى عنه، خد منه أكبر كدر ممكن وبعد كده بأغيار هو الراجل دلوقتي أنت محتار، هو حسين ولا عبدالقادر، تو ولا طاهر، قهرباء ولا شريف، ألو ديانج ولا السلية، هاني ولا خالد عفتاح، متولي ولا رمي ربيعة ولا ياسر إبراهيم بقى عندك حيرة، المرة اللي فاتت أم مغار علي معلوم خالد عفتاح بكلفت، هو عارف يعمل إيه هو عارف الخامة اللي معاه، أنا لقبته قبل كده، هو مقص دار بيقص أو بيعمل البطرون اللي يليق على اسم الناد الأهلي كل مرة بيلبسك حاجة شكل، كل مرة بينقلك الزي اللي يليق باسم الناد الأهلي هو مقتنع تماماً أن جماهير الناد الأهلي دي حاجة خرافية نمارة اتنين هو حب ده، فهو عاشق جماهير الناد الأهلي وجماهير الناد الأهلي عاشقته ترجمة نانسي قنقر